الاخيرة فيرال قال للعيبة بالنص كده ان هدف بس نحرزه فيه الشوت الاول هيقتل المباراة هيقتل المباراة بيني وبينكو الماتش زي ما انتم بتشوفوه متعرفش ايه اللي هيحصل في الماتش النهاردة الترجي كان نازل مش كورة والله العظيم بيلعب ركبي بيلعبوا مصارعة بيلعبوا اي حاجة زي ما تقولوها انما بعيد عن كرة القضاء خالص مش كورة تحس ان ايه فاكرين زمان كده لما الواحد كان في ابتدائي وكان بيروح يلعب في ملعب كبير او اعدادي ويلعب في ملعب كبير تلاقي الحداشر لعيب من هنا والحداشر لعيب من هنا بيجري وراء الكورة كان كل اللعيبة بتجري وراء الكورة في منظر غريب جدا ملوش علاقية دوب الشوت التاني الدنيا هديت والعمل البدني قل وابتدت الدنيا تفوق شوي ده طبعا زي ما قلتلكم نصيحة فيلر سجله هدف ما فيش في كورة القدم كده نتمنى طبعا النادي الآلي سجل هدف لكن جميل النادي زمالك النهاردة لم يتأثر بشكل كبير بالهدف اللي تم احرازه بعد ثلاث دقايق في كورة يعني لا ارادية من محمود علاق كورة لا ارادية يعني هو بيعمل كده كورة جات في ايديه ضرب الجزاء مية في المية صحيحة حكم كان رائع جدا 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 اكتر من رائع مصطفى غربال طبعا الجزائري كان حكم رائع جدا النهاردة الترجي ما قدرش يجاري فنيات نادي الزمالك العالية ومهارة لعيب نادي الزمالك العالية بين شارئي ووباما بيقفوا على الكورة وبيهدوا على الكورة فرجاني كان رائع النهاردة فرجاني ساسي كان ليه دور رائع طريق حامد حاجة ما حصلتش بيعرف يتواجد في المكان الصح الوينش منتخب مصر محدش يكلمني في كده الوينش منتخب مصر على طول اداء اكتر من رائع عدال وينش ومحمود علاق في خط الدفاع حزم امام على قد الامكانيات والاصابة اللي كانوا بيتكلموا عليها محمد عبدالشافي رجع محمد عبدالشافي تاني يعني احمد سيد زيزو يعني لعيب كبير ما تضيعش مجهودك ان الكرة تقطع لعيبة خط النص ماينفعش الكرة تقطع منك ممكن كانت تعمل هدف الكرة اللي راحت لحمد الهني ويتقلق فيها ابو جبل وجابها كده بقدر تقادر ابو جبل يعني شال الكرة دي بقدر تقادر حاجة وإن دلت تدل ان الرجل ده بيتعب ويجتهد فربنا بيدينه نهارده ألف مبروك لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجهازه الفني وطبعا كل جماهير نادي الزمالك العريضة اللي سعيدة بصعود فريقها وبتعيش معاه نشوة الانتصارات والفوز بالبطولات وتستحق زي ما كنا بنشيد بالنادي الآل ببطولاته وإنجازاته لازم نشيد بنادي الزمالك ببطولاته وإنجازاته في الشهر دوت حاجة أكتر من رائعة بتحسب للناس كلها منظومة إن الزمالك يوصل للمستوى جماعة الهدوء والارتكاز والتقل في الملعب ده ده ما بيجيش من فراغ يعني عدد زي ما قلتلكو الهدف الثاني اللي تم إحرازه في القاهرة جي من تلاتين تمريرة تلاتين تمريرة اللعيب نادي الزمالك كلام ده شغل كتير جدا في الملعب وشغل من جهاز فني وشغل من لعيبة وزي ما قلتلكو إن المباراة مباراة لعيبة المباراة اللي زي دي مبارايات لعيبة مش جهاز فني بيحضرك للمباراة وبيهيئك للمباراة لكن إيه اللي بيحصل في المباراة دي لعيبة دي لعيبة دي فدائية لعيبة ورجولة لعيبة وأداء لعيبة وإخلاص لعيبة وده شفناه النهاردة من نادي الزمالك ما أسروش ونجحوا أن هم يخرجوا بالمباراة لبر الأمان ويحجموا وجود الترجي في استاد رادس قدام الجامهير الكبيرة اللي استسلمت في الشوت التاني بعد يعني وقفت لعبي نادي الزمالك اللي كانت كبيرة جدا في الملعب وهدوء لعبيه ومهارة لعبيه ألف مبروك مرة تانية وتالتة وربعة لنادي الزمالك ولعبته وجهازه الفني وقدرته وجامهيره الكبيرة هنطلع